بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبايب اعمل ايه؟ يارب تكون فحسن حال دايما يلا بينا نعمل مع بعض السحلة يلا اقول ما ادركوا نبدأ معانا كوباية ديروز كوباية نيشا كوباية سكر بدرة نص كوباية سوداني نص كوباية سمسي ونص كوباية كريم شانتي ونص كوباية جوزهن لو اعيزونه بالفانيليا هنحط اثنين باكو فانيليا لو اعيزونه بالكاكاو هنحط معلقتين كبار كاكاو خام ان شاء الله هنعملوا بالفانيليا وبالكاكاو بسم الله رحمة الله نحط السكر والنشا ودقي الرز ممكن تخسيل رزه وتنشفيه وتطحنيه بس اتكد ان اتنا شفتي كويس وممكن تشتريه نحط سوداني المجروش محمس ومجروش بس مش مملح بس سمسي بس سر بقا فنص كوباية كريم شانتي ده هو اللي هيخلي السحلب اللي عندك مميز عن اي سحلة بتاني وبس هند لو حابة تحط سبيب حط بسم الله هنقلب كل المكونات مع بعض كده كده اللي بنام كلهم كويسة اهو لو حابة تحط لبن بودرة حتي بس انا هكتفي بالكريم شانتي ولما جاء اعمله مشروف هعمله بلبن هنجد بقا طبق عشان هنقسم من الكمية من المصاب الكتاب ومصاب الفانيلا نقوم بالكام وحصل بكمية الفانيلا نضيف كمية الكاكاو نضيف كاكاو نقلب بقى الكاكاو مع المكونات برضو لو انت اللي طحنا الرز لازم تتأكد ان انت تجففته كويس تخسليه وتجففيه وتطحانيه وتنزليه من المصفى نعم كده برضو تتقلب معنا هوا تسحل بالكاكاو نجيب بقى البرتمانات نفضل البرتمان يكون ازاز ومحكم الغلق نضيف كمية السحلة بالكاكاو نضيف كمية السحلة بالفانيليا بسم الله ده السحلة بالفانيليا وده السحلة بالكاكاو وقت ما نجي نعمل المشروب ناخد معلقة نعمل مع بعض برضو معلقة كبيرة كده ونغلق كبيرة لبن على النار وندوي المعلقة دي في لبن او مية بردة خدنا معلقة هاي من المسحو السحلة وندوبها في مية بردة مية او لبن معنا لبن بيغلع النار ننزل بالسائل ده على اللبن اللي عنار معنا لبن بتغلى هاي حطناها عنار بتغلى وده المسحو اللي ضوبناه في شوية مية او لبن ننزل ونقل ننزل ونقل ننزل ونقل ننزل ونقل وننزل ونقل ننزل ونقل ننزل لو ننزلت بالمسحو زي ما هو كده من غرم الدوبي هيكتل معاك ننشيب ويرجع يغلي تاني كده كده استحلب جاهز معنا يلا نقدم معا نجيب بقى مجر لناس كده اجمل مشروب في الشد شتا يعني ساحلى اول مشروب يخطر على ملك الفصل الشتا هو الساحلى كده جاهزنا مع بعض الساحلى بالفانيليا نحط له شوية سوداني كده نعمل الساحلى بالفلكاتا هو كمان انا اغضب جزء من المسحو كده الكوباية بتاخد معلقة كبيرة المعلقة كده مليانة كده حابة تزودي عشان حجم الكوباية ممكن يعني هعمل فماجد كبير ممكن نزود مص المعلقة كمان انا برضو معايا لبن على النار هندوق ضاف مية مية او لبن والسكر برضو زودي في اللبن حسب الرابط احنا حاطين كبات سكر في المكونات الاساسية بس انت لو حابة تزودي زودي نعمل الساحلى بالككاو في الساحلى بالككاو يجعله مره شوي فيحتاج سكر اكتر ونسحلى بالفندي ونعمله بنفس الطريقة اللي عملنا بها الساحلى بالفندي كده اللبن معنا سخن سننزل بالخاليط اللي نعملناه بين الساحلى بالككاو والميا ونقلب ننزل ونقل عايزة الككاو زيادة او قائل زي ما تحبه بس اهم حاجة لازم السائل دا يرجع يغل تاني. خلاص احنا انتفقنا بقى النش عشان نضيع طعمها. لازم اي حاجة نحطها فيها خلات ترجع تغل. والسحلة فيه نش وديه رز كمان. رح تتحفة. السحلة بغيلي معنا اهو. كده جايز على التعديل. يلا بنا نقدم. السحلة بالشوكولاتة كمان جاهز اهو. بقى الفان واشيف. كده عملنا مسحول السحلة وفانيليا وشوكولاتة بطرقة جديدة ومميزة. يارب بتجربوا ويعجبكم. ولو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة ولاقيكم وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.